تمام ان شاء الله ربنا سهل بسم الله الرحمن الرحيم هنكلم عن الأفكت بتاع البلوكو كورتوكويد كنا تكلمنا عن الأفكت بتاعتها على الكربوهاديرات إن هي لها أنتينسرين أفكت بتعمل هايبر بلايسيمة بتعمل ساكندري ديابيتس لما يزيد طبعا الموضع بتاعها عن النورمت تاني حاجة عن البروتين هي بتعمل كاتابوليسم برضو عشان كده لما بيزيد البلوكو كورتوكويد في الأمراض بتاعتها بيعمل أثينيا وويكنس في المسل وبعدين عن الليبت بيعمل لايبروسوس كمان معروف إن هي لها رول مهم خالص في حالات الإنفلاميشن عشان تده بيقولوا This diagnosis is not known to give cortisone خلاص ده طايتل معروف يعني في أمراض الجلدية وأمراض المناعية إن لو إحنا مش عارفين نشخص خلاص بندي قوليكو كورتوكويد ليه؟ لأن هي لها إميونوسابريسيب وأنتي إنفلاماتر إفكت بيتحقق إزاي l-mineوسابريسيب والأنتي إنفلاماتر إفكت بتاعها ده عن طريق الإفكت بتاعها على الإنفلاماتري 6 خلاص اللي هي إيه؟ اللي هي اللي هي الليمفوسايت والبيزوفيل والإزينوفيل فهي بتعمل إيه؟ ديكريز الإنفلاميشن عن طريق إنها بتديكريز الليمفوسايت والبيزوفيل والإزينوفيل كمان طيب كمان هي معروفة أن هي من يعني أي واحد عنده يعني بداخل المدحان بداخل عملية واللي حصله كنا تكلمنا كتير قبل كده أن القليكوكورتوكيد أو الكورتوزون من السترس في الهرمون بيطلع بيحصله لما بيحصل فيه منسوتي اي أن كان وضع السترس ده ايه ده برضه من بيخلي تطلع عشان تعلي ولأن هي لها برمس بإفكت على الكاتيكولامين اللي هو سمباسو ماينتكس يعني أو سمباساتيك نيربس سيستم خلاص فهي واحدة من السفرسف المنوع طيب كمان هي لها منرارو كورتوكويد إفكتي يعني الجلوكو كورتوكويد دي لها فونشن سيملار طول الألدستيرون سيملار في إيه فإنها بتعمل بس من زي الألدستيرون الأقل في الأفكاسي بتاعتها في الألدستيرون إنها تعمل لها بضبشان للسوديوم وإكس كريشان للبوتسف يبدأ كله كده كليكتب ليه هي الفونشن أوفزا بلوكو كورتوكويد ليها على الميتابوليزم فات وبروتيز وكرباهدريت ليها على الامفلميشن ليها منرارو كورتوكويد إفكت هي واحدة من اللي إيه من السرسف الهرمون اللي بتطلع أسنان السرس واللي أهم أو يعني مش أهم هو برضو من الفونشن المهمة بتاعتها إن ليها مثل تأنتي بايتامين دي إفكت طبعاً يعتبر سايد إفكت مش حاجة مفيدة إن ليها أنتي بايتامين دي عشان كده العيان اللي بيعنده من البولوكو كورتوكويد سواء كان بديزيز في هايبر كونكسيروم زادرينا أو العيان اللي بياخد البولوكو كورتوكويد من بره كاميونو سابريسة حالات مثلاً الأوتومين ديزيز زي السيستيميك لوباس ألسترماتوزز بيحصل لهم إيه؟ بيحصل لهم أستيبروزوس ليه بيحصل أستيبروزوس؟ لأن الجلوكو كورتوكويد بتأنتيجونيز بيتأنترفير وإذا أبزور بشانو بايتامين دي عشان لعن كده العيان ده بيحصل له هشاشة في العطل خلاص ويمبلايبوا اللي لقيه للفركشور وبالتالي العيانين دولاً اللي هما بياخدوا الجلوكو كورتوكويد من بره لازم ياخدوا معهم بايتامين دي وكالسيوم عشان الانتي بايتامين دي افتت في الجلوكو كورتوكويد تمام تده؟ طيب اللي بيستيمولات الجلوكو كورتوكويد سيكريشان لسترس إذا ما احنا انتفقنا أي سترس أي أن كان وضع خلاص سيكولوجيكال سترس التروماتيك سترس المهم إن فيه أي سترس بيعمل ستيموليشان للجلوكو كورتوكويد طيب نيجي بعد كده على من الفونكشن أوفزا إيه؟ الونادو كورتوكويد الونادو كورتوكويد اللي هي الاندروجين اللي طلع من الصفرة الرينان جلين اتفقنا إن لها طبعا الاندروجين دي لها ميل افت ولها في ميل افت هي في الميل هي اندروجين زيها زي من الستيرول اللي موجود لكن هي مسؤولة عن إيه؟ عن الاسبرمات بتساعد يعني أو بتشارك في الاسبرمات واليونيسس مسؤولة عن المصل بلق خلاص تكوين المصل بلق عشان كده منسة الأولاد لما بيجوا عند البيوبرتي ويزيد الاندروجين خلاص بيحصل إنهم عندهم جروس سبيرت بيكبر الولد ويبقى عنه كان قصير القام مرة أحدة يبقى يطول مع أنه كان أهله عارفين إنه صاير يطول لما يقرب البلوق على سنة 13-14-18-18 سنة ويبقى فيه مصل بلق يعني المصل بتاحته تبقى أقوى منسة وتبقى يعني وعشان كده برضو الاندروجين زي بيستعملوها الناس بتوع الألعاب القوة واللي بيدخلوا في المسابقات عشان يعملوا إيه بيستعملوها طبعا ده استعمال غير صحيح يعني ده مش مسموح بي إنه هم يستعملوا الاندروجين أو تحت مسمى التستوستيرون عشان يزود المصل بلقى فيزود القوة بتاعته كأفتك من الاندروجين يعني فإذن الاندروجين اللي موجودة في الميل هتعمل سبرماتوجينيسة وهتعمل منسة انهيبشن للفات عشان كده بتقليل كمية الفات وتزود المصل وتعمل لكن الاندروجين ده اللي في الفيميل اللي هو طالع من السبر بيبقى مسؤول برضه عن خلاص وعن يعني تمام كده هي عندها اندروجين زي ما اتفقنا وده مسؤولة عن والجبولوم وانت كمان والأجزيلاري طيب احنا كده خدنا مناراو كورتوكويد وغلوكو كورتوكويد ثم جنادو كورتوكويدا اما الكاتيكولامين اللي هي تحت مسمى الأدرانين والنور أدرانين خلاص الفونكشن بتاعتهم انه هم بيعملوا ايه الابينفرين اللي سمبستيك افكت طبعا على الهارت خلاص فبيعمل كل الفونكشن وفي زهارت بيزودها خلاص ومبديه متابولك افكت وعلى النور أدرانين اللي لها افكتها و sommes عشان يعمل بريفررر بازو كينستريكشن بازا gets فكت بتاعته على بريفررر بلاد بيزود وبالتالي يعمل لبلد بريشور وهي صلح الشوك كده احنا بدأنا نفهم أكتر ايه هي الفونكشن بتاع كل هرمون وايه هي ايه استيمولاتري يعملها الاكشن يعني اللي يعملها تمام كده شباب تمام يا دكتور طيب لو حبيتها سألحد فيك ويقول لي ايه هو من اللي هيرد علي عشان عرف ان هو تمام فعلا زي ما تمام طيب ايه هو بالجلوكوكورتوكويت عايز حد تاني يرد منها المناعة بضعف ومنها ان هو بيعمل بس بحافظة الحوار الاستيبروزيس ان انا بدي له فيتامين دي وكالسيوم موضوع المناعة لو حصل انفكشن بتعامل معي يعني استيماتيك يعني تمام طيب مين اللي هيقول لنا لو حصل شوك ايه بيرزق بالشوك ماشي النور ادرانين عشان بيعمل ايه النور ادرانين بيفرالفازو كونستويس انتبه من بندو كده الحمد لله انا عايزة بعد كده حد من البنات يتكلم عشان نحسنا برضو ان الدنيا ايه شغالة معنا خلاص ايه بعد كده الابنورمالتي في الفونكشن اوزا ايه اوزا ادرينان جلان دي طبعا الابنورمال فونكشن اوزا ادرينان جلان دي ايه اما تاخد يا إما يحصل فيه في الفنكشن أوفزة سوبرارين مضالة نفسها تعملني ما يسمى بالفير كروموسيتوم يبقى هو الدياجرام اللي عندكه ده يبقى فيه ابن المارد في الفنكشن لو تكلمنا عن الافيشن في شكل جلوكوكورتوكويد هديني الكوشين سندرون لو منيرال كورتوكويد هديني كونسندرون لو الأدريم المضالة هتديني فيه كروموسيتوم طيب لا ده لو الفنكشن متاعتنا عليه لو الفنكشن متاعتنا ديكريز هيحصل فيه ما يعرف بالأدسون بيزيز اللي هي الهايبو فانكشن أوفزا أدرينا جلينت تمام كده تمام طيب نيجي ندخل بس كده ندخل بيه على الأمراض اللي احنا هندرسها كأمراض بطنة يعني يبعى عندنا بروت لاين كده فهيبديني أوضح لو كوشنج سندروم ده احنا اتفقنا أولا ان الكوشنج ده هيبقى فيه زيادة في الجوليوكوكورتوكويد فالزيادة الجوليوكوكورتوكويد ديات يأمى هتكون بنسميها كده يأمى STH ديبندن يأمى STH انديبندن يعني يأمى مصدر زيادة الجوليوكوكورتوكويد لو هو STH ديبندن هتبعى المشكلة فين هتبعى المشكلة في البتيوتري يعني إذن الأدرينا جلينت حصل لها زيادة في السيكريشن الجوليوكوكورتوكويد سكندري للهايبور فانكشن والزا بتيوتري اللي طلعت اكسيس STH بروتكشن تمام ده يسموه ايه احنا لسه ما وصلناش للتيبول اللي ده حتى لكن احنا في الاولة نعمل اسكين يعني الأدرينا فونكشن هيجيد الجوليوكوكورتوكويد فيها لو ال STH يطالع من البتيوتري خلاص فهيعمل هايبر بليزيا للسبريان فتطلع هايبر بليزيا وهتبعى هنا مغلوبة على امرها ان هي زودت الجوليوكوكورتوكويد عشان البتيوتري هي السبب يا اما ان يكون هو ايه لا مش السبب في البتيوتري ده هي الأدرينا قررت من نفسها ان يحصل فيها ايه يا ادينومة يا هايبر بليزيا يا ماليجنانسي خلاص فطلعت هي من نفسها اللي ايه الجوليوكوكورتوكويد انكسس ده يسموه ايه الكوشن ميسندروم يا اما STH ديبندنت يا اما STH اندبندنت طيب لما يحصل بقى المحصلة زيادة في الجوليوكوكورتوكويد هيديني ايه شكل العيان ده هيديني التيبول اللي تحت الكوشنج الازرق لا الاخضر اللي تحته هاديني هاديني شكل مختلف للعيان اللي هو ايه عنده التردابيرنس اللي هو بيبقى شكله مون فيس يعني وشه مدور خلاص لان احنا وانا نقول لكم كورتوكويد بتقفقته على الفات ديستروبيوشن خلاص وعلى الاربيسيز فورميشن وقصة دي فاذن شكله التردابيرنس بيبقى مون فيس وعنده ترنكال أوبيسيتي وفي سيننج في الاكسترامتز يعني الابدون بتاعته هي اللي فيها أوبيسيتي والاكسترامتز الابر واللور لم تبقى سين فيبقى ديني الابيرنس بتاع العيان مختلف فيه بروذنج اللي ايه لان احنا وانا فيه المصل كلها هنا هيبقى فيها ايه هيبقى اتروفين يعني المصل هيحصل فيها ضمو وبالتالي العيان لأي خطة يحصل عنده ايه بروذنج يحصل عنده ايكموزيس تمام زال ان هيبقى عنده هايبرتنش لان احنا وانا الجلوكو الكورتوكويد اللي همينرار الكورتوكويد هتعمل صوت وبوتر جنش احنا لسا بنفس التيبل اللي فيه يا شباب خلاص احنا بس اللي هو الابنورماليتي وزا قدرينه كورتيكال فونكشن لسكيم اللي فيه التيبل ده ونتكلم ايوه على الكوشنج اول اول العمود هنا الازرق خلاص الكوشنج شكل الكوشنج هيبقى ايه التيبل البوكس اللي تحته يعني الازرق ثم الاخضر وبعد كده هنتقل على مين على الالدستيرون اللي هو الكونز سندرون الكونز سندرون هيبقى فيه زيادة في الالدستيرون وزي ما احنا اتكلمنا عن الكوشنج اللي هو ممكن يكون برايمرا او ساكندري يعني المشكلة في القادرينا يبقى ده اسمه مشكلة في البتيتري بس مساكندر البتيتري الكونز برضه ممكن يكون برايمرا او ساكندري يعني ايه برايمرا يعني مشكلة في القادرين الجلان طلعت الالدستيرون برودركشن خلاص البتيتري هنا مالهاش علاقة نحن نقول الالدستيرون مش تحت الكونترول به البتيتري طيب لكن في حاجة اسمها ساكندر هيبقى الالدستيرون ان يكون فيه هايبوبوليم او يكون فيه هايبوتينشن فيعمل اكتيباشن للرينين ان يوتينزون الوستيرون سيستم ويؤدي في المحصلة في الآخر ان يبقى فيها البرالدسترونيزم ده اسمه ساكندري ساكندري هايبرالدسترونيزم اللي الاستيمولاس الاساسي الهايبوبوليميا او الهايبوتينشن او الالكترولاية ابنيروالس وهو ده مغلوب على امره يعني ده كرد فعلي من الجسم وده بيحصل في عيانين من عيانين لبر ديزيزيز معينين نفروتوكسندرونو معينين هارت فيلير الحكاية في الليبر وفي الرينال في الهارت فيلير ان التلاتة دولة بيحملوا ايه بيخلوا فيه اديما стيت يعني الهارت فيلير بيبقى معاها اديما في الناور لمب اللي النفروتوكسندرون بيبقى فيه باللهصه بروتين في اليورين خلاص الليبر سروز بيقل الألبومانسينسز بتاعي محصلة كل ده واللتشينجز في الاوزمولاريتي بتخلي العيان ده اديمي جي أدعم في الاكسترابسكولار خلاص فخلت فخلت نوع من الهايبوبوليميا فعمل ويحصل في عشان كده العينين دولهم زي ما اتفعنا عشان عشان اللي هو فيه عشان ما يحصلش عشان ما يعملش عشان ما يزودش ده اسمه ساكنة غير البرايمون اللي طالع من السوبرارينا اللي كان مصدره ان الجلاند قررت من نفسيها يبا فيها ادينومة او ماليجنانسي او هايبر بليزيا واتطلع ليكسيس هايبر ألدسترونيزم طيب المحصلة في زيادة الهايبر ألدسترونيزم وانها تعمل لي ايه سولت وووتر ريتنشن بشكل ايه صوديم ومعا السوديم مياه يبا اذا هيبا فيها هايبر تنشن ادين في سولت وووتر تنشن يبا فيها هايبر تنشن واحنا اتفعنا ان هي بتعمل رياب زبشان للسوديم في مقابل انها بتعمل اكسكريشن البوتاسيوم والهايدوريجن فيعمل لي ادين فيه لوسف البوتاسيوم يبا فيها هايبوكاليمي ومعها ايه وفيه لوسف هايدوريجن يبا الهايدوريجن ده هو مصدر الاسيدتي فهيبا هفقد البول بتاع الاسيدتي يبا عندي الكالوسوس يبا العيان ده كاركترستيكلي يبا عنده هايبر تنشن with هايبوكاليمي بتاع الهايبرالدسترون هايبر تنشن with هايبوكاليمي وطبعا العيان ده اللي هو عنده هايبرالدسترون عنده هايبرالدسترون يعني إكساس هايبرالدسترون hel pic bear resistant طبعا لتريتمن ليه؟ لان انا عندي تيومر عمالي يطلع الداسترون الداسترون والمحصلة سولت وووتر تنشن helос والمحصلة ان يبا فيه هايبرتنشن خلاص طيب بعد كده لو احنا ده شكل لو زيادة لو هو في نقص للفونكشن هذا النقص برضه ممكن يكون عشان في مشكلة في البتيوتري او في مشكلة في الصبرارين يعني فنفترض ان البتيوتري فيها أو هيمورج أو أو عمل عملية وشال البتيوتري يبقى ازا البتيوتري اللي كانت عاملة مصدر السبرارينة وبتطلع من نسة هرمونز أو كورتيكوتروبين تترقلية الفونكشن مش هيبقى فيه كورتيكوتروبين وبالتالي السبرارينة هتنام خلاص فده اسمه ايه اديسون ديزيز او هايبو فونكشن ده اسمه سكن ده عشان البتيوتري هي اللي فيها ايه فيها السبب تمام كده طيب برضو الحكاية ده تحصل برضو لو العيان بياخد يعني العيان بتاع يعني العيان بتاع اللي معتمد في العلاج بتاعه على ده انا كده عملت له حاجة اسمه ايه نيجاتيب فيدباك ميكانيزم ايه نيجاتيب فيدباك ميكانيزم ان انا اخدت كورتوزون خلاص الكورتوزون ده زود الاندوجيونس كورتوزون فالبتيوتر هتحس ان فيه زيادة في الاندوجيونس كورتوزون فده يعمل عليها ايه نيجاتيب فيدباك يقول البتيوتر ايه نامي ما تطلعيش الستي اتش خلاص وبالتالي ده اسمه ايه ايه سكندر اعديلين الانستفشنسي اياته جيني خلاص عشان كده ايه يعني العيان اللي بياخد غلوك وكورتوكود نعمله بقى حاسمها الكلام ده مهم ولازم اوضحولك شوية اكتر من كده لان ايه فيه كتير من العيانين اللي بياخد غلوك وكورتوكود زي قلنا امينوسابرس خلاص بتاعتها انها تعمل نيجاتيب فيدباك على البتيوتر فتتقلل الستي اتش فانا لو سحفت بقى غلوك وكورتوكود مرة واحدة خلاص هيحصل فيه البتيوتر كانت نايمة نمعة مية خالص وبالتالي مش هيطلع منها وبالتالي هيبقى العيان ده من غير سوبراريون كاللي ما فيش اي شيء بيعمل استماليشة للسوبراريون فيعمل ما يعرف بالايه الكريسز لو هو بياخد غلوك وكورتوكود خلاص ومرة واحدة شلنا غلوك وكورتوكود عشان كده لازم ساعتها نسمع بان البتيوتر دي خلاص تعمل ايه تصحب التدريد فيعمل ايه جراديول تابرينج افزا غلوك وكورتوكود لما ياخد غلوك وكورتوكود اروح عملالها دي كريس يعني اللي ماشي على عشرين ميلي جرام اخليها خمستاشر مدة اسبعين ثلاثة وبعدين خمسة انازل خمستاشر لعشرة والله وبعدين انازل العشرة لخمسة انا في الكاسكيد اللي انا عملته ده عملت ايه عملت جراديول دي كريس للغلوك وكورتوكود اللي انا بديه من بره بحيث ان انا اسمح ان البتيوتري تحس كله شوية اللي كانت اقل دوز ماسي عليها العيان يكون البتيوتري خلاص صح صحة وبتطلق وبدأت تطلع فيحصل في استيميليشن الادرينجلان هتستغل في بتاعتها كسترس والهنوم ويبنى كده حمسة العيان كتير من السيناريو ده احنا بنحكيه ان عيانين كتيرة او شباب صغيرين او بنات يعني خصوصا في الارياد يكونوا غويين على وش جواز فيروحوا للدكاترة بتاعة التغذية لانه هم مرفيعين والبنت عايزة تدخل وتبقى احسن عشان العريس ولا القصص دي فتروح ايه واخدها الدكتور كاتب لها فولسلي طبعا يديها جلوكو كورتوكويد عشان ايه جلوكو كورتوكويد هتاخدها عشان تعمل كل اليفكت اللي احنا عملنا اللي احنا ايه اليفكت انها تغير شكل الموفولوجي بتاع الواحد تخلي وشه مدور خلاص وتخليه يدخل لانها لها ايه بتزود الابطايت يعني ضمن الصيد ايفكت بتاعتها انها بتزود خلي فيه بوليفيجيا فايه البنت دي تاخد البوليكو كورتوكويد سواء كان ديكسا او بريتنيزولون فيعجبها الموال ده يعجبها ازاي انها وشها يدخن ويبقى محمر وتبقى امورة كده خلاص خلاص تماما كده انا تخنتي وزد فهي ما ترجعش للدكتور تاني والدكتور برضو غلط ان هو كان تكذب لها كده فتبتدي بقى تبتدي تاخد كتير بقى من البوليكو كورتوكويد وتمشي عليه لان اعجبها الموضوع على كده فتاخد كل الصيدة فيك ولما تيجي بقى تدخل تروح تتجاوز وقول لك ايه انا مش معقولة اروح للعريس بتاعها بالادوية بتاعت دي تقرر مرة واحدة انها تقف البوليكو كورتوكويد دي والادوية اللي كانت ماشي عليها فتدخل في كرايس فبدل ما تدخل البتاعة دي الفرح ولا الزفة ولا مش عارفة ايه خلاص قبلها بكم يومين كده يحصل لها ايه ابدو من البين ونوز يومد ومتروح على المستشفى ليه لان هي مرة واحدة قررت تسحب بالجولوكو كورتوكويد اللي كانت ماشي عليها شهر واثنين وثلاثة وبالتالي دخلت في هايبوفونكشن ودخلت في كرايس وتدخل في مين كلام ده ممكن ما يكونش مكتوب بالتفصيل اللي عندك بس هو يعني المهم ان احنا نبقى فاهمين ان الجولوكو كورتوكويد اللي بتتخذ من برا بتعمل وان احنا لما ناخد الجولوكو كورتوكويد اكتر من 20 ميلي جرام لمدة اكتر من شهر لازم نعمل لها عشان نسمح بالريكوفري بزا بتيوتري أدرينا تمام طيب هايبوفونكشن وزا درينا الجلان ممكن تبقى كيوت زي ما احنا اتفقنا ان حد بقى المرة واحدة او ممكن يبقى العيان عارف انه هو عنده هايبوفونكشن في ذا درينا الجلان ويبقى كورتوكويد الاجيوت هتيجي بأكيوت اب دون البين وتيجي في شكل ايه فوموتينج ودايرية وديهايدريشن وهايبوتينشن وطبعا معروف الهايبوتينشن ليه لان ما فيش لا منرار كورتوكويد خلاص ولا جلوكو كورتوكويد او العيان يبقى خروني خلاص ويبقى عنده اسينيا وويكنيس زي ما اتفقنا لان كل الفونكشن وده سيبر علينا مسؤوله عن ايه عن 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 وعن 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 فكل ده هيبقى فيبقى العيان عنده خلاص واسينيا و تمام كده تمام معايا لما يكون يعني لما يكون المشكلة في الصبرة رينانجلاند اساسا يعني مسلا الصبرة رينانجلاند دي فيها طيومر كسرها كلها ماشي فهو ما ما قسرش الزون بتاع المنوكو كورتوكويد وساب المنوكو كورتوكويد لا هو ضمر الدين لما يكون العيان ده مسلا عمل جراحة عشان كان عنده رينان تيومر مسلا وشال الرينان والسوبرارين لما يكون العيان ده اتخبط وعمل حدثة وحصل له يمرش في الصبرة رينانجلاند لكلها لما يكون العيان ده حصل في الصبرة ريناند خلاص لما يكون حصل في الصبرة ريناند يعني هيخلي الصبرة رينة كأنها مش موجودة كل للفنكشن بتاعتها سيبالوس فما يبس لسفيه سيكريشن لا غلوكوكورتوكويد ولا منوركوكورتوكويد ولا أندو تمام كده؟ طيب لو بغاية مريد في غلوكوكورتوكويد ده أديسون برضو يعني نتيجة مشكلة لا الأنف يعني في كل السوبرارين مش هياخد بس غلوكوكورتوكويد يعني هو الجلاندي دي هتلاقيها كم جرام فما فيش ديزيز هياخد الزون واحدة ويسيبه البي تمام؟ يعني بتبقى مشكلة في الجلان نفسها مش 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 تأثير مش في البيتو تعي오� مشكلة في الجلان في الجلان دي نفسها خisu ترومة في الجلان دي نفسيها سيرجيري شرنا في الجلان دي نفسيها خلاص؟ فاتشانت كل الجلان فمفيش أي فونكشنظ بزاق لها تمامين ديزيز اللي بعدين بتاع اللي فيه سمبساتيك هم ότι اعلوش دعو بي اللي ملكوش دعو بي الجرام غلص وما مافيش فعدة مني فماهات لا تبطبط بصوش عليه اللي فيه اللنج والهارت والقصد خلاص انزل انزل كمان هندخل بها للأبنورماليتي وهيبقى محق تحسين حاصل ثم هتبقى الدنيا ان شاء الله سهلا لان احنا فهمنا الأبنورماليتي بزا سوبرارينا احنا هنلخص الكلام تاني وهنحكيه تاني خلاص سموه الكونزو سندروم خلاص عشان فيه ايه يا اما احنا خلاص برايمر يعني سوبرارينا سوبرارينا اللي اما فيها ايه يا ادينوما يعني حاجة بناين يا كارسونوما هي ماليجنانس بما هيبربليز الهايبربليز يلي ما انا عارفش اللازجين حصل مشكلة في الجيلانبه فقررت انها تبقى هيبربليز ادينوما يا كارسونوما يا هايبربلز طيب ده هيعمل لي ايه هيعمل لي سلط ووتر ريتنشة معناها ايه probiotنشة معناها هيبرتنشن معناها ايه برضو وكاركتريستيكة لي م inflammatory من العيانين عندهم هايبر هل اي عيان عنده هايبرتنشن يبان هشخصه انه هو كونز او هايبرالدوسترونيزم لا فيه كاركتر واضحة خاصة هايبرتنشن ويسهايبوكاليميا ليه لانه عمل صولت وووتا ريتنشن ليه لانه عمل ريابزوربشا للسوديم وإكسكريشا للبوتاسيام وايه السلسية بتاعتهم هايبرتنشن ويسهايبوكاليمة اند ميكوليكاليم اشتركوا في القناة لغاية العيان اللي عنده 25 سنة تمام يا ولاد وحصل له هايبرتنشن وجاي المستشعى بدغط 220 على 120 أو 200 على 100 فهل ده من الطبيعي ان انا لاي هايبرتنشن في عيان صغير في السن لا مش ده مش طبيعي لازم على طول اشك فيه ساكندر هايبرتنشن خلاص ساكندر ان فيه سبب السبب هو اللي مخلي العيان الصغير في السن ده عنده هايبرتنشن او على الاقل اعمل اكسكلوجيون للساكندر فلو انا عايز اشخص ان ده هايبرالدسترونيزم وده هايبرتنشن خلاص ان ده واضح ان ده اول حاجة هايبرتنشن ساكندر بيببارزيستن تو تريتمن خلاص يعني العيان ممكن ياخد ثلاثة انت هايبرتنشن من غير ما يرسبونس للتريتمن يعني في سبب بعيد عند اللي أنا بعاند فيه خمص فازن لازم أحط كلو ان 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 فيها هايبرالدسترونيزم كلو ان يبقى فيها هايبرتنشن فلازم أطلب العيان ده بوتين لابمستجيشن منها مين السوديم والبوتاس سreiben وهنا قيم من جئيل هنا ان انا شوف البوتاس سوديم في السودين بتاعه اخبار رؤيه لانه لو فيها هايبرالدسترونيزم هيبقى فيه سولت ووتارة نشان فالعيان ده هايبرناتيرينيا واهايبوكالين لو لايد اشتركوا في القناة 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 وهي خليه في أستير بوز بالنسبة للفاد بيخلي الفاد بوزيتف زي ما اتفعنا هيبقى في الفيس فيعمل لي مون فيس وفي الباكوف زينك يعمل لي البفلو هم يعني يخلي الباك كده بتعنيك تخينة وعالية زي البفلو خلاص وهو طبعا عشان هو لي منور الكورتوكويد فهيعمل لي ايه هيعمل لي هايبر تنشن خلاص برضو يبقى برضو هايبر تنشن و هايبو كليم التشخيص بتاعي خلاص ان انا اشخصها ازاي هاعرف الاول الكورتوزول لي اهو انا ما ينفعش يبقى عندي ساسبيشا وادخل العين مثلا على طول على ان انا اعمل امجينج لا لازم يبقى فيه عندي لاب فايندجي تكونفير لاني هنعرف ان فيه حاجة اسمها صودو كوشن يعني ايه صودو كوشن يعني اعيني يبقى عنديه شكل للكوشن خلاص لكن ما عندوش ابنورمالتي لا في البيتيوتري ولا في السورالينا ولا هو اكتبه خلاص فعشان كده لازم اكونفير من الاول بالايه بالداتا باللاب يعني اعمل ايه باللاب هو الكورتوزول نفسه بيطلع بشكل سيكلي سيركيديان ريزم يعني ايه سيركيديان ريزم يعني بيطلع ماكسما من ايه خلاص الصبح وبعدين على اخر النهار خلاص عشان كده الناس بتبقى نشيطة الصبح وتيجى اخر اليوم بتبقى ايه عمدانة ونعسانة خلاص لو عايزين ننزل للتيب واللي تحت ده خلاص الكلام عن الهايبر الدسترونيزم نحكيها دي تاين طيب يعني الكلام اللي انا كانت بدأ انا اختار من كتب اندر بتاعتكم عشان لما تروا الموضوع ده من كتب الاندر تبقوا فاهمين الكلام اللي محطوب عشان انا افصره لكم في حالة الهايبر الدسترونيزم ما باش فيه اديما ستيت بالرغم ان فيه سلطه وتا ريتنشا لان فيه حاجة اسمها ايه نيفروجينيك ضيبيتس انسيباليس لما البوتسين بيقل بيخلي الكلة تبقى ايه عندها بوليوري خلاص طيب الهايبو كاليمة مسؤولة عن الويكنس المسلويكنس والنسومسنس وقالوا كل ده وعرفنا ايه هو البرائمر والساكن ده الهايبر الدسترونيزم تمام ندخل على الديفرينش الديبنزل بكوشن خلاص ده ما تابعنا STH ديبندن خلاص وSTH انديبندن ودي حكيناها في حاجة اسمها السودو كوشن السودو كوشن جدا معناها ان يباني على العيان المفولوجي لكن هو ما عندهش ابنورماليتي ده يحصل مع العيانين الأخوز دكتور هو الميتينج برضو هيفصل دلوقتي فبرضو هنخش على نفس الليكتين تمام طيب خلاص مات شتاب